رحمة الله وبركاته أهلا بيكم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي النهاردة ياولاد هناخد درس جديد من دروس اللغة العربية الدرس من المحور الثاني العالم ومن حولي في الموضوع الثاني هل يمكن أن تعيش هنا درسنا النهاردة ياولاد اسمه الدب القببي الدرس ده جميل جدا ياولاد بيدينا معنمات كتير عن الدب القببي تعالوا نقرأ الدرس الأول مع بعض الدب القببي هل تعلم أن الدب القببي يعيش في بيئة جليدية ويتغذى على اللحوم له طبقة دهون تحت جلده لحمايته من البرد له فرو سميك يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه له قدمان كبيرتان مغطتان بالفرو لحمايته من الانزلاق لونه أبيض كالبيئة التي يعيش فيها وهو ما يساعده على الاختباء يستطيع التكيف مع بيئته بيقول لي هنا ياولاد أن الدب القببي بيعيش في بيئة جليدية يعني إيه بيئة؟ بيئة يعني مكان يعني الدب القببي ياولاد بيعيش في مكان كل جليد وتلك ويتغذى على اللحوم غذاء وأكله كله من اللحوم له طبقة له طبقة دهون تحت جلده الدب القببي ياولاد عشان بيعيش في مكان كله جليد وتلك وبرد ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمه مهيئ إن هو يعيش في البرد ده فخلق له طبقة دهون تحت جلده طيب ليه الدب القببي عنده طبقة دهون تحت جلده؟ لحمايته من البرد عنده إيه كمان؟ له فرو سميك يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه الدب القببي ياولاد عنده فرو سميك فرو يعني شعر مش إحنا ياولاد جلدنا فيه زي شعيرات صغيرة؟ الدب القببي برضه عنده شعر بس سميك سميك ياولاد يعني غليظ يبقى الدب القببي عنده فرو سميك بيعمله إيه ده ياولاد؟ يعمل على عزل الهواء البارد معنى عزل إبعاد يبقى الفرو السميك ده ياولاد بيعمل على إبعاد أو عزل الهواء البارد عن جسم الدب تمام كده؟ طيب له قدمان كبيرتان مغطتان بالفرو عنده قدمان كبيرة مغطة بالفرو ليه؟ لحمايته من الإنزلاق الإنزلاق ياولاد اللي هو تزحلك عشان ما يتزحلقش يعني لونه أبيض كالبيئة التي يعيش فيها الدب القببي ياولاد لونه أبيض زي البيئة اللي بيعيش فيها زي البيئة الجليدية زي لون الجليد والتلج اللي هو بيعيش فيه طيب ده بيساعده على إيه؟ إن لونه لون البيئة اللي بيعيش فيها ده بيساعده على إيه؟ بيساعده على الإختباء إنه لو حصل أي خطر بيقدر أنه هو يستخبى ويختفي بسهولة وبسرعة طيب كده يبقى معنى الاختفاء معنى الاختباء الاختفاء يستطيع التكيف مع بيئته يقدر أنه هو يتكيف ويتأقلم ويتلائم مع البيئة اللي بيعيش فيها طيب بيقول لي هل تعلم؟ تعلم يا ولاد يعني تعرف مضادها؟ تجهل طيب تعلم هنا يا ولاد نوعها إيه؟ اسم ولا فعل؟ تعلم أنا عارفة أن علامات الاسم تلت علامات ألف ولام وتاء مربوطة وتنوين طيب الكلمة دي مفهاش تلت علامات ولا فيها ألف ولام ولا فيها تاء مربوطة ولا فيها تنوين يبقى دي ايه يا ولاد؟ طب تعالوا كده نجرب معها الألف واللام بتقول الاسم لو كلمة بازق لو كلمة سليمة يبقى ده اسم لو بازت مني يبقى دي مش اسم فعل تعالوا كده نجربها التعلم في حاجة اسمها قال تعلم. لأ. طالما الكلمة بازت مني يبقى دي مش اسم. فعل. طيب فعل ايه? تعلم. فعل مضارع. كم كده يا ولاد? طيب يبقى الدب. نوعها. اسم لان فيها الف ولام. القطبي برضو اسم لان فيها الف ولام. طيب تعالوا كده هنا. يعيش. يعيش. قال يعيش. لأ. الكلمة بازت. يبقى دي مش اسم. فعل. فعل ايه? هو لسه بيعيش. يعيش. احسنتم. فعل مضارع. طيب فيه نوع ايه? اسم ولا فعل ولا حرف? ممتازين. فيه حرف من حروف الجر. بيئة. بيئة فيها تنوين بالكسر وتاء مربوطة. وطبعا اسم. جليدية تنوين بالكسر. ويتغزى. يتغزى. فعل. فعل ايه? مضارع. يتغزى على اللحوم. على حرف جر. اللحوم. اسم لان فيها الف ولام. اللحوم. فيها ايدي كمان يا ولاد. اللحوم. احسنتم. مدواو. وفيه حرف الممدود اللي هو الحاء. له طبقة. له طبقة دهون. كلمة الطبقة دي يا ولاد مفرد. جمعها ايه? طبقات. طيب دهون. فيها مد ايه? واو. والحرف الممدود. الهاء. له طبقة دهون تحت جلده. لحمايته. الهاء دي يا ولاد اسمها ايه? احسنتم. هاء الضمير. هاء الضمير دي يا ولاد بتعود على الدب. المفروض الجملة لحماية الدب من البرد. بس انا مش هفضل كل شوية اقول لحماية الدب. جلد الدب. جسم الدب. فهو انا هنا بشيل الدب وعوض عنه بهاء الضمير. لحمايته. تمام كده? وناخد بالنا كويس قوي. ان الهاء الضمير مش بيكون عليها نقطتين من فوق. التاء المربوطة بس اللي بيكون عليها نقطتين من فوق. تمام يا ولاد؟ لحمايته من البرد. له فرون. فرون. فيها تنوين بتضم. سميكون. برضو تنوين. بتضم. وسميك. سميك فيها ايه يا ولاد؟ مدياء. والحرف الممدود. الميم. يعملوا على عزل الهواء. كلمة عزل يا ولاد. نوعها ايه؟ اسم ولا فعل؟ تعالوا كده نجرب معها الالف واللم. العزل. اه. دي سليمة. نفعت. ما بازتش. يبقى دي اسم. طيب الهواء. 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 كلمة الهواء دي. لام شمسية ولا قمرية. احنا طبعا بنبص على الحرف اللي بعد الالف واللم. بنشوفه من حروف جملة الالة القمرية اللي هي. ابغي حجك وخاف عقيمة ولا لأ. لو مش من حروف الجملة دي. يبقى دي لام شمسية. لو من حروفها يبقى لام قمرية. تعالوا كده نبص. الحرف اللي اللي بعد الالف واللم. هاء. ابغي حجك وخاف عقيمة. اه دي من حروف جملة الالف اللام القمرية. يبقى دي على طول وانا مغمضة لام قمرية. طيب. له قدماني كبيرتان مغطة تاني بالفرو. الباق هنا حرف جر. لحمايته من الانزلاق. من حرف جر. الانزلاق. اسم عشان فيها ألف والام. لونه أبيض كالبيئة التي يعيش فيها. وهو ما يساعده على الاختباء. الاختباء هنا يا ولاد اسم. عشان فيها ألف والام. طيب. اللام هنا. شمسية ولا قمرية. تعالوا نبص على الحرف اللي بعد الالف واللم. ألف. ابغ. حجة. ابغ. اه. ابغ. اه. اه. دي فيها ألف. يبقى دي. وانا مغمضة كده. لام قمرية. طالما الالف موجود في حروف. آآ في جملة اللام القمرية اللي هي ابغ حجة وخف عقيمة. يبقى دي لألف آآ لام قمرية. خلاص كده. طيب. يستطيع التكيف. التكيف. الكلمة دي يا ولاد. لام شمسية ولا قمرية؟ هنبص على الحرف اللي بعد الالف واللم. تا. نرجع لجملة اللام القمرية. ابغ حجة وخف عقيمة. دا دي ما فيهاش تا. يبقى دي لام شمسية. مش قمرية. يبقى التكيف لام شمسية. طب. ايه يا ولاد. السر اللي اللام الشمسية. اي له لنا. على الحروف بتاعتها. اللي لما شوفه. اشوف السر دا. اعرف انه هو. وانا مغمضة على طول. اعرف انه الكلمة دي لام شمسية. احسنتم. الشدة. الشدة اللي بتكون على الحرف اللي بعد الالف واللام. بتعرفني على طول ان اللام دي شمسية. على طول. وانا مغمضة. تمام كده يا ولاد؟ طيب. يبقى انا عرفت كده ان الدب القطبية بيعيش فين؟ في بيئة جليدية. يتغذى على ايه؟ على اللحوم. له طبقة تكون تحت جلده. ليه؟ لحمايته من البرد. له فرون سميك يعمل ايه؟ يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه. له قدمان كبيرتان مغطتان بالفر. ليه؟ لحمايته من الانزلاق. عشان ما يتزحلقش. لونه هو ابيض كالبيئة التي يعيش فيها. طيب دا بيساعده على ايه؟ يساعده على الاختباء. لو حصل له اي خطر يقدر يختبئ ويختفي بسهولة وسرعة. تمام كده ايه؟ طيب. تعالوا نشوف مع بعض. المعاني اللي قلناها مع بعض. بيئة معناها مكان. السميك معناها الغليز. عزل. ابعاد. الفرو اللي هو الشعر. الانزلاق. التزحلق. الاختباء. الاختفاء. تكيف معناها تلاؤم. تعلم. تعرف. تعيش معناها تحية. كلمة بيئة مفرد. جمعها بيئات. طبقة. جمعها طبقات. دهن. جمعها دهون. جلد. جلود. السميك قلنا ان معناها الغليز. مضادها الرقيق. عزل. قلنا معناها اه ابعاد. مضادها لسق ودمج. تعلم. معناها تعرف. مضادها تجهل. تعيش معناها تحية. مضادها تموت. طيب تعالوا نشوف الاسئلة مع بعض. بيقول لي هنا اين يعيش الدب القطبي. احنا كلنا طبعا عرفنا ان الدب القطبي بيعيش في بيئة جليدية. كيف يتغزى الدب القطبي؟ يتغزى على اللحوم. كيف يستطيع الدب القطبي التكيف مع بيئته الجليدية؟ عن طريق فرو سميك يعمل على عزل الهواء البارد. وقدماني كبيرتان مغطى تاني بالفرو لحمايته من الانزلاق. تعالوا نشوف الشبكة مفردات. جايب لي شبكة مفردات عن الدب القطبي. يعني عايزني اكتب كل حاجة انا عرفها عن الدب القطبي. وكل حاجة ليه علاقة بالدب القطبي. طيب احنا عارفين ان الدب القطبي بيغطي جسمه ايه؟ حسنتم فرون سميك. طيب لونه؟ لون الدب القطبي ايه؟ ممتازين لونه ابيض. طيب عنده ايه كمان؟ له قدمان كبيرتان. ويعيش في بيئة ايه؟ يعيش في بيئة جليدية. طيب تعالوا نشوف الخريطة. يقول لي اكمل خريطة الكلمة. خريطة الكلمة ياولاد بيجيب لي كلمة ويجيب لي ويكون طالب مني نوعها ايه؟ عايز مني اكتب نوعها ايه؟ ومعناها ومضادها واستخدم الكلمة في جملة. طيب السميك نوعها ايه ياولاد؟ السميك. احسنتم اسم. طيب احنا قلنا معناها ايه؟ معنى السميك الغليز ومضادها الرقيق. طيب نحط كلمة السميك في جملة. ممكن اقول الدب القطبي له فرو سميك.